السلام عليكم الصحيح والعافية معكم أحمد بوريكي ومعنا اليوم سامسونج جالاكسي A5 سامسونج سوت فئة يديدة من تليفونات تتكلمت عنها في السامسونج جالاكسي ألفا ريفيو حط لكميات تحت الكمنت سكشن لما سوت النظام منه سياسة يديدة حق المصنعية من الجهاز فهذا التليفون راح يكون مصنعيتها جودتها وايد عالية نفس طريقة السامسونج جالاكسي ألفا اللي تكلمت عنه بس راح يعطيك شعراتي إضافية أكثر بسعر رمزي وايد رخيص فخنتكلم عن الجالاكسي A5 مع تاتشوز خنشوف في المواصفات مات الجهاز ميديوكر الصراحة أعطوك خمسة بوصة شاشة HD 1280x720 سوبرامولد طبعا على خمسة ميجا بيكسل يعطيك PPI عالي لايحن رتنا ديسلوية تريتوري بس البيكسل ريت يمكن يكون ممكن أعلى له وحاطين فل اتشدي يعطيك 13 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية مع سنجل LED تون لفلاش المصنعية مات الجهاز كلها حديد كلها حديد الخلفية ماتة ماتة إن شاءل ما تقدر تشوف البطارية التليفون الذاكرة العشوائية ماتة 2 جيجا بايترام والمعالج ماله كواد كور وضع نوع 1200 جيجا هرتز فالسباكس مالوتا مثل ما قلت لكم ميديوكر البطارية مالتا اوكي تقعد يلاقي يوم كامل ما فيها مشكلة فيها طبعا التويكس واللي شفناهم من سامسونج جالكسي نوت 4 واللي شفناهم من جالكسي اس 5 واللي شفناهم بالجالكسي ألفا كل تليفونات سامسونج قاعد ينسوون الحين أبتمايزيشن حق البطارية والمعالج علشان إن هي ما تصرف بطارية تليفون يدعم 4 جي التليفون طبعا ماركة دووس يعني يشيل كرتين بتقدر تخلي الخانة الثانية مالت الميمري كارت هي تصير مكانة يشيل في كرت الثاني هذا طبعا نحنا قمنا نشوف فالحين بتكلم عنها من نفس الشي لما تكلم عن السوفتوير إن هي صارت حبت الموسم شفتها باللونوفو فيب زي 2 برو أحط لكم بالكومنت سكشن مراجعة عمالتها وشفتها بالهواوي اس نميت 7 هما أحط لكم إياها بالمراجعة عمالتها بالكومنت سكشن تحت إنك أنت تقدر تحط أدابتر معين علشان تخلي الميمري كارت المايكرو اس دي كارت سلوت بتصير حتى إياها السلوت مالت السيم كارت الثاني التلفون مثل ما قلت لكم مصنعيته إياها السلينج بوينت مالتها فأنت قاعد تشتري تلفون بسعر جدا رمزي سعره وايد رخيص التلفون تقدر تحصله بحدود الـ 120 دينار ممكن تحصله بـ 115 دينار ما يعادل الـ 300 دولار تغريبا ممكن تحصله أقل بعد يمكن من شدي بس التلفون ثم هي الخاصية أنهم سووا تلفون عالي الجودة مصنعيها المالتها حلوة بس بسعر رمزي مثل ما قلت لكم يذكيني وايد من تلفونات اللي نزلت من HTC العام وأوات العام من أنه سوت شامفرد أنه يصير المتل والحواف مالتها تكون شامفرد مثل أنها حادة فيعطيك قرب وايد أفضل سوري حجم الجهاز نسبيني لكبر للـ iPhone 6 بس حط بالك أن هذا شاشته أكبر في فاصلة ثلاثة إنج من الـ iPhone 6 هنا خمسة بوصة هناك 4.7 بوصة استخدامي للجهاز شوقني حق الـ Galaxy S6 وشنو الـ Galaxy S6 راح يكون أنا قلتها إن شاء الله بالفيديو مع الـ Galaxy Alpha إنه أهما الاتجاه اللي قاعد يتجهول الحين شركة سامسونج من ناحية أنه أهما يخلون المصنعية تكون شغلة أساسية للجهاز شغلة حلوة منهم من المفروضة هما كانوا من زمان أساساً أن يسوون شريه فالحين أنا قاعد يلاحظ أنه أهما لأنه قام يسوون شريه صار فيه إقبال حق تليفوناتهم أكثر الـ Galaxy S6 أنا واحد من تليفونات اللي متلهف صراحة إن أنا استخدمه حق سنة 2015 لأنه عن نفسي أنا بالنسبة لي كان الـ Galaxy S5 مخير بالأمل إنه كان وايد يشبه الـ Galaxy S4 من شغلاته التطور ماله ما كان وايد مثل ما أنا كنت متوقع فالـ Galaxy S6 راح يكون شيء مميز من ناحية إذا بس خلو المصنعية ما تكون مميزة من نفسها النوعية وأحسن راح يكون تليفون جدا مميزة صراحة من تليفونات متلهف أني أنا استخدمها بسنة 2015 خنتكلم عن النظام التشغيلي مال الجهاز والـ TouchWiz اللي هم يحطونا سامسونج على أجهزاتهم أوكي الواجهة الأمامية معنات الجهاز TouchWiz سامسونج TouchWiz طبعاً قاعد يتطور على كل ما ينزلون تليفون يديد بس للحين وهو سامسونج TouchWiz يعني إذا أنت متعود على المنيو مال سامسونج هذا التليفون ما راح يكون مختلف عن الأجهزة اللي أنت متعود عليها فالنظام التشغيلي مالا مثل ما أنت تشوفون عندنا إحنا شاشة الرئيسية تقدر أنت تضيف كثير ما تبين من شاشات علشان تقدر تحط البرامج والقوامل إذا أنت تريد تسويهم طريقة معينة مع الوجهات اللي أنت تحتاجهم غير طبعاً الشغلة اليديدة لقبنا نشوف سامسونج يسوونها من Galaxy Note 3 أنا أحس أنهم طبعاً خذوا هالفكرة هذه من Blink feed من HTC وبعدين حتى جوجل ناو خذوها من Blink feed من HTC مو عن شيء بس هنا تستخدم برنامج اسمه Flipboard واحد من برامج المفضلة هم بالنسبة لي ما تكلمت عنها وائد تفاصيل ذاك الوقت لأنك تستخدم برامج تاني بدا بس هذا برنامج Flipboard برنامج Flipboard راح تحصل هنا با دفولت من تسحب الشاشة للجهة اليسار داخل المنيو طبيعي يعني شغلات جداً عادية وبسيطة المنيو ما في أي تعقيدات شاء لو صرفت انه يكون بالابس الوجت نفس قبل انك انت تقدر تشوف الوجت من المكان الانتل تدخل فيه عشان يشوف القوائم صار كله موجود الوجت راح تقدر تحصلهم لما تتم ضاقط على شاشة مدة طويلة وتشوف الوجت هنا تحت يطلعو لك انك انت تختار الوجت الي انت تري فحركات حلوة صراحة يعني اهم عدلوا عليها قايا حاولون يخلونه النظام التشغيلي يكون مبسط اكثر علشان يدعم الابديتات والتحديثات انه توصل لطريقة اسرع طبعا واحدة من الشغلات هي النوتفيكيشن توقل الموجودة من فوق تقدر تشوف كل الشغلات اللي انت تحتاجها لما تضغط على الاكسباند بوتن وتشوف اللي انت تحتاجها فعلا من هنا حق الشغلات اللي انت تستخدمها اكثر شي عشان توصلها بطريقة سريعة وسلامتكم متعيشون هذه هي الواجهة مالة السامسونج توتشوز ما تغير شي هنا مثل ما قلت لكم اللي متعود على التوتشوز القديم رح يحصل نفس الشغلات اللي موجودة هني اللهم الشغلات اللي اضافية اللي ممكن انت ما تتوقع ان تكون موجودة تليفون صغير هم كانت موجودة طبعا بجالاكسي ألفا وشاشتة كانت اصغر 4.7 بوصة انك انت تقدر تسوي المولتي سكرين مثل ما انتم شايفين هنا اقدر افتح يوتيوب واقدر افتح احنا خلنسغ الشاشة واقدر افتح هم بنفس الوقت كروم فهني الحين صار عندي انا كروم تحت وهني عندي يوتيوب فوق اقدر اشوف الشغلات اللي انا ابيها مولتي تاسك على قولاتهم هني طبعا كاقع اشوف انا توقع انا حاطين خبر ان سامسونج جالاكسي اس 6 رح يدخل خاصية يديدة للدفع علشان ينافس شا اسمه الايفون والبلاتفورم ما لهم اللي سووا اردي نازل على الايفون 6 والايفون 6 بلس وهم واحدة من الاخبار هني كاخر نشوف اذا نشوف اذا اقدر انا القاه هني كانت انه موجود بالبلوك سكشن الظاهر الخبر ان شاء بس كانوا حاطينهم الوان اليديدة اللي رح تنزل مع الكاهم احني موجودين خانشي الى الحين نشوف الخبر احني حاطينك ان الالوان اللي رح تنزل حق ال الجالاكسي اس 6 اليديد هني تلقى انه فيه لون كحلي وفيه لون مثل تركوازي على اخضر وفيه الذهبي وفيه لون الابيض هذا ما يمكن يكون لون اسود بس الشاشة هني مطلعتها بلون ثاني فالوان شكلها رح تكون حلوة فهذه خاصية الملتي تاسك ان انت سوي شاشة تكون من فوق ومن تحت وخانشوف خاصية الكاميرا والمنيومال الكاميرا مثل ما انتوا شايفين الحين قاعد يصور الكاميرا اللي انا قاعد اصور فيها فيهن خاصيات حق السلفي تقدر تديش ويد سلفي انك انت تقدر تخلي التليفون يصور اكثر من شغلة بنفس الوقت مثل ما انتوا شايفين هني فوق علشان انا اقدر اصوي سلفي واحد يتمنعهم مثل طريقة الفوتوسفير اللي موجودة على جوجل التليفونات الاندرويد الخام او بالجوجل كاميرا هني نضغط علشان نغير الكاميرا اذا نستخدم الامامية او الخلفية الحين هذا الكاميرا الخلفية اللي قاعد تشوفها نبدل نسوي فوكس هني عشان نشوف شنو اللي احنا فعلا قاعد نصورها الواجهة ماته الكاميرا طبعا ما تغيرت هذه الواجهة اللي يستخدمونها سامسونج بكل اجهزتهم الواجهة هي مثل ما ايه الكاميرا 13 ميجابيكسل فتعطيك صور حلوة من ناحية الفوتورندرين سامسونج ما عندهم مشكلة من هالناحية فيه وعيد اوبشنز طبعا تقدر انت تسويها من ناحية الكاميرا فيتشارز زيادة تسويها حق الابتكس نفسه ما للكاميرا مثل ما قلتلكم الدزاين ما اللي ذكرني بالجالكسي اس 3 عندك السماعة هني والكاميرا والفلاش وهذا الديووز يشيل كرتين مثل ما انت شايفين يشيل كرتين هنا في فتحتين تقدر تشيل انت كرت وميموري كارد او كرتين المكان الثاني مال الكرت راح يكون وهو نفسه مال ميموري كارد تحتاج نوع من الادابتر هذه الشغلة لاحظت الحين انها موجودة بوايد من تليفونات اللي قاعد تنزل بالسوق منها اللينوفو فيب زي 2 برو ومنها الهواوي Ascend Mate 7 انك انت تحتاج انك انت تستخدم كرتين تقدر تحطي كرت الثاني مكان مال السمكارد بس هذي واجهة الجالكسي A5 تشبه كل الواجهات مالات سامسونج الجهزة الثانية فبنهاي نظام التشغيله ماله TouchWiz يشبه كل انظمة التشغيله مالات سامسونج من اي نوع من تليفوناتها جالكسي نوت او جالكسي اس او جالكسي او جالكسي دووس ستار فيم ميجا نوت كل الواجهات مالات سامسونج تتشابه يستخدمون واجهة TouchWiz طبعا تكلمت عن من ناحية انه اشترون TouchWiz لانه هو في قيل نوعا ما في اخر الابديت ما يوصل للتحديث بسرعة باجة الشركات بس صراحة فاجأون لما الحين قبنا نشوف ان اندرويد لوليوبوب ما طاوله تسعين يوم قام ينزلون على اجهزتهم منها جالكسي اس فا والجالكسي نوت فور ان شاء الله راح نشوفه قريب حتى على جالكسي نوت اج ونشوفه على تليفونات ثاني مثل جالكسي الفا والجالكسي اس فور والجالكسي نوت 3 في التليفونات القديمة شوي بس الاصدار اللي هو عليه الحين اندرويد 4.4.4 كيت كات مقبول ممكن ينزل عليه اندرويد لوليوبوب ان شاء الله في الفتره الهاية بس مرة ثانية التليفون ببالهم كانت هم شاء الله معينة انهم ما يقدرون يساوي تليفون يكون مصنعية ويد على الجودة بس السعر ماله رمزي فانا مستعد ان ادفع مثلا 120 دينار على تليفون مثل هذا لانه انت بنهاية مو قاعد تستخدم تليفون بلاستيك نفس الجالكسي اس 5 او نفس الجالكسي اس 4 فهذه حركة حلوة منهم انهم اقاموا يهتمون من ناحية المصنعية وينسوني شوي انهم ما بس يقدون ابل فمتلهف مثل ما قلت لكم حق شنو بتنزلاني يا شركة سامسونج خنشوف مع بعض شنو راح ينزلون بسنة 2015 بالذات السامسونج جالكسي اس 6 وان شاء الله المصنعية ما تتكون نفس الجالكسي ا5 والجالكسي الفا والجالكسي حتى نوت 4 واحسن لان انا كانت عندي مشكلة صراحة بالجالكسي نوت 4 والجالكسي والجالكسي alpha سالفة الخلفية انه هما لاحين يستخدمون بلاستيك سجنا الملمس مالها كأنها جلد بس هي مو جلد هي بلاستيك فهني لا مصنعيتها حطين حديد فان شاء الله نشوف نفس المصنعية اذا في شغلة ما عجبتني من ناحية سامسونج عامة يعني اللي عارفني يدري ان انا سامسونج مو من شركاتي مفضلة بس واحدة من الشغلات اللي يمكن انا كنت افضل ان اشوفها بجهزة سامسونج بالذات الجهزة القديمة كانت موجودة بس الحين مو موجودة هني سالفة ان كنت تقدر تشيل الغطر الخلفي عشان تقدر توصل للبطارية تخليوا اياك بطارية ان كيس اضافية عشان ان كنت تحتاج تغيرها هني مو موجودة شاء لوها ما تقدر ان تتبطل خلفية صار حال حال باجي الاجهزة معادة الجيلة الحين تخليك تشيل بطارية او الغطر الخلفي فما يندر اذا راح يستمرون على شيء مع GALAXY S6 فان شاء الله راح نشوف فان شاءكم الله خير عم نتابعه اذا في شيء ما قلته ياريت تكتبوا ليه بتويتر او انستغران تستخدمون هاشتاك Storksays او Storksgalli وارد عليكم ان شاء الله هناك واذا الفيديو يازلكم ياريت تعطونا Thumbs Up واذا ما سيتو Subscribe كان معانا اليوم السامسونج GALAXY A5 و احمد بعريكي فمان الله الكريم معسانا